كرة على مدار سنوات طويلة حتى الإسماء عن أن هما ممكن ينزلوا انتخابات قادمة لاتحاد الكرة هي أسماء قديمة أو بعضها أسماء قديمة ممكن بفيه بعض الأسماء الجديدة الأسماء القديمة اللي رحلت عن اتحاد الكرة لسبب أو لآخر سبب نجاح لم يقدر أو سبب عدم توفيق أو سبب فشل نفس الأسماء دي قدام الناس هي بترجع نفس الأسماء حضرتك لو أنت في مكان الجميل أو في مكان الناس المفودي بقرد فعلهم إيه أول ما يلاقيوا حد ما نجحش بينك وصيرين ممكن يبقى ظروفه مختلفة وراجع تاني يخش انتخابات تحاد الكرة من غير فرصة آخر خلينا نقول إن كل الشخصيات لها كل الاحترام 100% لكن الأفضل من وجهة نظري وده أنا على فكرة أنا دخلت انتخابات مجلس شعب آخر مرة 2010 وبعد كده قلت ناخد خطوة للخلف وخلي الناس بها إيه تشتغل ونفست وقعدي من ساعتها لحد دلوقتي تتعاملت 3-4 انتخابات ما دخلتش فأنا بقول ناخد خطوة للخلف وندي فرصة للوجوه من الممكن أن تنجح وحتى لو ما نكهتش قوي في البداية إحنا نساعدها عشان تنجح إحنا مش هنفضل مسكين فيها متبتين فيها بأدينا وبسناننا لحد إنها واحد يقول لك أنا ولا فخر بقالي 25 سنة في التحد الكرة أنا ولا فخر بقالي 18 سنة في التحد الكرة أنا بقى إلا ولا فخر الجد أنا بقى لي 11 سنة برى التحد الكرة الناس مش واخدة بالها إن أنا من 2008 برى التحد الكرة أنا رجعت ست شهور أسوأ ست شهور في تاريخي الإداري على الإطلاق اللي هما كانوا قبل بطولة الأمم الأفريقية وتقدمت باستقالة عبر الجروب بتاع اتحاد الكرة لأنه لقيت منظومة محترقة تماما يعني ما المانع اللي كل ناس دي خطوة للخلف ادي فرصة لوجوه ما تكونش جديد أوي عشان برضو تبقى قصة مطحة كريمة أنا هجيب ناس من الشارع تدير الكرة في مصر مش هينفع ناس عندها خبرات إن شاء الله في الأندية إن شاء الله عندها خبرات إدارية على مستوى عالي خارج حتى إطار كرة القدم ممكن ينجحوا أنا عجبني عمر الجناني ونجحات عمر الجناني ومع مجموعة محترمة جدا 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 ده هيبقى فرصة بتضخ دم جديد بتشوف ناس عندها فكر جديد من الممكن أن تنجح وعلى فكرة عايز أقول لك حاجة مش أنا بقول لك أنا فخور بفوزنا ب2006 أو2008 حتى لو المنتخب خسر ده مش معيار فشل أنا معيار نجاحي الأول قبل أن تذهب المسابقة إلى ربطة الأندية إن ننجح مسابقاتي أنا ما ينفعش أعمل مسابقة جمهورية ما عرفش أنهيها صحيح ما ينفعش أعمل حاجة 99 ما طلع لهاش بطل على الإطلاق ومعني لك إيه دي كانت بطولة والدية حبي الاستهزاء بالناس ده نضم لعبها كتير جدا بالحبوب طبعا ما ننسيت خلاص لا ما تنساش ما ننسيت إن ما فيش بطل لا لا دي بطولة من جر بطل دي نقاط سوداء طبعا دي نقاط سوداء وبالتالي لازم من وجهة نظري إنه يبقى فيه فرصة الفترة اللي جاية عشان تقدر تحكم على النجاح للتحدة من خلال شغله الإداري والله يا كريم أنا عايز إليك شؤال تفضل يفهم أنت رجل مزيع محترم وجميل وأعظم واحد في الدنيا وي 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 تقدر تشغل من خير فريق إعداد لا طبعا تقدر تشغل من خير ماخري مستحيل تقدر تشغل من خير برديوسان مش بطولي ما ينفعش آه مش بطولي هتطلع أنا شجاع السيمة وطلع هوا وانا بقدم لكم ونعمل لكم وكاميرا واحد وكاميرا اثنين ولا الهوا أو أنا وأنت على هوا ما ينفعش فاشل مؤكد بتساند فاشل مؤكد بتساعد صحيح بتصلح أخطاء ممكن معدي يكون أحسن منه صحيح يكون فكرو أحسن منه صحيح ده بيحصل معايا على فكرة بس في النهاية أنت اللي في السورة وانت اللي النجاح برضو بينسب لك أولا وبعد كده ينسب اللي بيزمعي لك معاك بالضبط كده أنتو تيمورك صحيح احنا لغنا الموضوع ده لغناتنا لأنه كل واحد عمل لك فيها هو البطل أنا اللي أخد الإشادة الواحدي وبعدين لما نخسر يقول لك قلت لهم ولما نخسر بيقول لك أنا فكرة الأنا في حد ذاتها كارثية صحيح الأنا في أي شيء صحيح في حد ذاتها كارثية على الإطلاق يعني مجموعة نظام احترام انضباط بتسوي نجاح حالك هتشارك في خلالات تحد الكرة لأ خالص أنا سحيت بعمل الإعلامي أنا مبسوط الحمد لله وشكر الله بثقة الناس فيها ناس ممكن تقول ناجح ممكن تقول فاشل أي حد يقول يقول مفيش مشكلة بالنسبة لي على فكرة لكن سعيد وأنا قلت ميتمر طول ما أنا في الإعلام وطول ما أنا ربنا كرمني خلاص ناس تشتغل وناس تنجح وناس نساندها أنا بقولك بقى لي عشر سنين داخل في 11 سنة برد التحاج بس حرارك بتقول أنا سعيد بعمل الإعلامي حرارك وإنت في عملك الإعلامي الإعلامي عفوا كنت عضو المجلس الشعب كنت موجود في التحاجات الكرة وكنت بتحب كل العمل العام في أماكن مختلفة نعم إيه اللي تغير الأجواء 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 ما بقتش رطيفة زي الأول الأجواء بقتش تساعد زي الأول والناس اللي دخلت وخربت كتير أنا الست سبع شهور دخلتهم في التحاجات الكرة يا كريم أنا تخضيت لإنه حاولت أرجع النظام تاني حاولت أرجع الانضباط تاني جواب التحاجات الكرة والمشكلة إنه كنت بيواجه المعنى من الزملاء من معظمهم يعني بلاش نعممها هم اللي كانوا بيحربوك هم اللي كانوا بيوقفوا ضدك رغم أنت عايز تحط نظام صحيح يعني هو مكسب الماتش بكم بونت تلاتة بونت كنت عايز أعمل كده في تحد الكورة إنه كل حاجة بمسمياتها دي تروح لشؤون اللعبات دي تروح لحكام دي تروح للمسابقات واللي واللي الوضع كان عامل إزاي لا 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 كل واحد بيتدخل مسيطر على لجنة واحد مسيطر على مجموعة واحد مسيطر على مدربين ما عرفش أنا أنا يعني مثلا بتيجي تختار مدرب مثلا بتحط حالترابية زي يا جماعة وبررشح كريم خد أكتر من أحمد حلص يبقى هو كريم المدرب مزبوطة لأنا غلطان مزبوط مية في المية لا عادي يعني ما فاش مشكلة يعني لا هو كريم المدرب ما ينفعش يعني ما احنا جبنا وحللنا وقلنا وخلينا مثلا يعني على سبيل المثال الحاصل يعني فبتصور أن الأجواء اتغيرت ترجمة نانسي قنقر